في ظل تصاعد التوتر بين تركيا وقبرص واليونان والتحركات الاستفزازية التركية بشرق البحر الأويض المتوسط استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة باريس رئيس جمهورية قبرص نيكوس آناستاسيا ديس لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون بين قبرص وفرنسا في مجال الطاقة والدفاع الرئيس الفرنسي قال أن الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأا فادحا في حال عدم رده على الاستفزازات التركية في شرق المتوسط مضيفا أن بلاده لن تسمح بذلك مطالبا بالمزيد من العقوبات على أولئك الذين انتهكوا المجال البحري اليوناني والقبرصي في إشارة واضحة للنظام التركي ماكرون قال أنه من غير المقبول انتهاك المساحة البحرية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتهديدها وأضاف ماكرون أولئك الذين يفعلون ذلك يجب أن يعاقبوا الاتحاد الأوروبي فرض بعض العقوبات على تركيا بسبب أنشطة تنقيب غير القانونية بشرق المتوسط لكن ماكرون قال أن أوروبا بحاجة لمزيد من العقوبات لوقف الانتهاكات التركية حيث اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يفعل القليل تجاه تركيا المتحدث باسم الحكومة القبرصية قال بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس أن البلدين ينصقان العمل على مواجهة الإجراءات التركية داخل حدودهما البحرية في غضون ذلك وفي ظل زيادة حجم التوتر بسحل متوسط بين تركيا واليونان وصلت السفينة الحربية الأمريكية ARC اندورانيس إلى ميناء الكساندرو بوليس اليوناني لتنضم إلى القطعة الأمريكية الحديثة USNS التابعة للقوات المسلحة الأمريكية لتقوم بإنزال بعض المعدات العسكرية المحملة بالدبابات والمركبات الأخرى وحملت السفينة عددا من أفراد اللواء 101 بالقوات الجوية الأمريكية لدعم عملية حلف شمال الأطلسية الناتو لإجراء تدريبات عسكرية للناتو بالبحر المتوسط لتزداد يوما بعد يوم دائرة المشاكل التي تحيط بالنظام التركي من عديد الدول